تربينا على مفاهيم شو بتقول بتقول انو الانسان الانسان لحتى يحترم بها الحياة بدو يكون عم يعمل دور معين او الو مكانة معينة او محقق انجازة معين طيب انا مش ضد هاي الفكرة بس انا سؤالي لقلكن هل هاي الانجازات يلي عم تعملوها من برة اوقات الاشياء اللي عم تشتروها من برة اوقات الاشخاص اللي عم بتكونوا معا من برة اوقات ان هيجاب الناس فيكن من برة هل هني عم بيضيفوا على حياتكن ولا هني عم يسرقوا من حياتكن هل هني عم بيفيدوا عليكن بمشاعر من الامتلاء والاطمئنان والسعادة ولا هني عم بيكونوا حمل على كتافكن لحتى يخلوكن تزموا اكتر وتضعفوا اكتر وتضعفوا صورتكن امام نفسكن اكتر معوقات نحنا لما منكون عم نعمل شي اذا عم نعمل من باب انه نحنا بدنا نرضي غيرنا مش قادرين نرسم حواجر صحية مع غيرنا مش قادرين نحس بانه نحنا كافين بنفسنا ومع نفسنا بدون اي شي خارجي وانه كل هالاشياء الخارجية هي جميلة ورائعة جدا ولكنها مش اساسية ومش هي اللي بتحدد خريطة التعامل او نظرتي مع ذاتي لما بجي بتطلع وبسأل حالي الاسئلة اللي انا فعلا بحاجة اسألها رح لاقي انه هناك شعور من العار متسلل وراها وانه الاماكن يلي انا بعتقد اني انا لمعت فيها هي اماكن انا داخل نفسي كنت بشعر اني انا انطفت فيها